انا عارف ان انت من المنظر اللي حضرتك شايفه قدامك ده مستغرب شوية. بصص كده وشايف قدامك شوية حاجات. زي مثلا بوردة بتاعة رسيفر اتش دي. تمام? ميني. اه بوردة بتاعة رسيفر ميني عادي. اه اه اتنشر بولت واحد او اتنين امبير مش هتفرق. هنعرف الكلام ده قدام. رسيفر عادي ميني برضو. اه بور بتاع رسيفر متعدد. بوردة شاشة. كمان كارتة سماعة اللي هي البزوكة. انت هنا بتبص كده وبتقول يا انت هتشرح على ده كله. يعني مفيش اي تركاية كده ولا اي حاجة بسيطة. تلخصنا الليلة دي كلها. فبعض هقولك بالورقة والقلم. وطبعا بعد ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا هنرمي كل الورق وهحط لك كل حاجة قدامك وكل حاجة في مكانها الصح. يعني ايه علاقة الصيانة التلفزيون العادي بالتلفزيون الحديث. من الرسيفر العادي. من الرسيفر الحديث. من القديم من الجديد. وكمان هندخل بسطيهم القطعة دي يا صديقي. ما انت هتفتح ورشة سيانة. يبقى لازم تكون عارف كل حاجة. ايه دخل قطعة مكبر الصوت. سيانتها بالرسيفر والتلفزيون. ده اللي هنعرفه من خلال حلقة النهاردة. كان معكم اخوكم عشور مغربي من قناة تعليم سيانة الالكترونية. ورجعنا لكم بعد الفاصل. هنجيب الافو متر الجميل بتاعنا. ونسمي الله. ونبدأ اول حاجة في مين? في الباور يا صديقي. ما هو? خلي بالك الباور هو اساس كل حاجة. بس خليني برضو ادي لك نبزة صغيرة هنا. انت بتبص على الباور ده بحجمه زي ما انت شافوا كده قدامك. لما تيجي تحطه كده على حجم الرسيفر كله. هتلاقي الباور العادي. اصبح حجم بردة الرسيفر نفسها. تمام. وزي ما انت شافهم كلهم قدامك. فيه سر موجود جوه كل قطعة من دول. والسر ده بيربطهم كلهم ببعض. ولو انت عرفت السر ده. يبقى كل الحاجات دي بالنسبة لك اصبحت شيء عادي جدا. هتقدر تتعرف على كل حاجة فيهم. هتقدر تصينهم بكل بساطة. مش هتعرف تفرق ما بين ده ولا ده. ايه اللي موجود هنا مش موجود هنا? وايه اللي اختلافات? اول حاجة بنمسك الباور ونقول بسم الله. اول حاجة دخل الكهرباء بيدخل الكهرباء منين? من الباور. ده شيء اكيد. هتقول لي يعني ده باور رسيفر? هقول لك اه. طيب ده رسيفر كامل? هقول لك اه. نعمل كده. اصبح حجم الباور كبير. مقارنة بالباور بتاع رسيفر العادي. هو ده اللي انا المفروض هتكلم عنه النهاردة. لما نبص بص كده ونشوف هنا في حاجة صفرة شبه الترانس. ده اسمه شوبر. تماما. ده موجود هنا? اه موجود هنا. تماما. طيب هو ده موجود هنا? اه موجود هنا. مية مية. طيب هو موجود هنا برضو? اه موجود هنا في بردة الشاشة. حلو اول. ولو فكنا الباور ده بتاع رسيفر هنشوفه. برضو موجود هنا وكده كده هنشوفه دلوقتي. طيب معنى وجود الترانس ده او معاول الشوبر يعني. تبقى هتبص على شوية حاجات تانيين جنب منه. يعني ايه شوية حاجات جنب منه? يعني لما تبص كده هتلاقي في حاجة هنا اسمها الفوتوكابلر. او الاوبتوكابلر. مع لنا. الفوتوكابلر هتلاقي موجود في الباور ده ايضا. تماما. هتلاقي موجود برضو في القطعة دي. اصبح هنا ان اي حاجة بتكون فيها الفوتوكابلر مع الشوبر مع المصفد واللي هنشوفه دلوقتي موجود اهو. هنا في مصفد اهو. في ناس بتسميه اي سي باور مش مشكلة بس انا عايزة اوضح لك اكتر. اهو هنا برضو في مصفد وهنا في مصفد. تمام. طالما دول موجودين معنى كده ان ده هنا بيكون مصدر لدخول الطيار الكهرباء يعني. الكهرباء المتين وعشرين فولت اللي بتكون في المقدمة دائرة الحماية وبعد كده دائرة التوحيد وبعد كده دائرة التقطيع وبعد كده دائرة الحماية وبعد كده دائرة التنعيم. في النهاية خالص التنعيم وهو خرج الشوبر ناحية المكسفات وهي بتكون مكسفات التنعيم تنعيم الفولت وتعويض الفولت يعني ايه تعويض الفولت ده اللي انا هقول لك عليه قدام شوية. تمام. انا عارف ان انت بصص من بدري على الرسيفر ده والرسيفر ده ومش شايف فيهم ولا شوبر ولا فوتوكابلر ولا ده للتنعيم ولا 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 الكلام ده كله. تمام. ما انت كده مركز معي. تعال كده نركن دول كلهم على جنب دلوقتي. ونتكلم على الحاجة اللي انت ركزت عليها قوي دي. اللي هو ايه? اللي هو الرسيفر الاتش دي. المني. يعني ايه مني? يعني الرسيفر صغير. ما هو فيه اتش دي عادي. ولكن ده الرسيفر الاتش دي المني. حلوة. ده بيكون هو البوردة الاني. دايما بيكون الرسيفر اي رسيفر في الدنيا بيكون متقسم على تلت اجزاء. اول جزء هو البور. تاني جزء هو البوردة. تالت جزء هي لوحة التحكم. البور اللي بياخد الكهرباء من الفيشة العادية. متين وعشرين طيار متردد يخرجها. بعد كده طيار مستمر. بعد كده طيار متقطع. بعد كده دائرة التنعيم من خارج الشوبر. توصل على البولتيات المفروض اللي بتتحدد علشان تخرج له البوردة على حسب البيانات اللي مكتوبة عليها. والقدر المطلوب. بعد كده البوردة بتاخد الكهرباء بتبدأ تشغل وظيف الجهاز نفسه وهو البروسيسور الفلاشة الريام وهكذا. تمام? اصبح كده عندنا نقطة ايه? البوردة دي اللي بيكون فيها البروسيسور زي ما قلت لحضرتك وهو المسؤول عن التشغيل وعن البيانات والاشارة والكلام ده كله احنا شرحناه ولسه في حاجات تانية هتتقال قداب. عندك لوحة التحكم اهي. ودي لوحة التحكم اللي بيكون فيها الزرائر. تمام? وبيكون فيها السنسور والبيانات والنور والكلام ده كل. يعني كده ايه? يعني كده اهي الرسيفر قدامك عليه تلت قطع فقط لغير واحد اتنين تلاتة وبعد كده شغل وساملها. عندنا هنا قطعتين. التالتة فين? التالتة وهي العدسة او السنسور الخارجي العادي. تمام? اللي احنا بنركبها وبنلزقها على الشاشة من قدامها. هنا اصبح معنا ايضا تلت حاجات. يعني ايه? يعني هو ده البور. لان ده بيكون هو الادابتور الادابتور اللي بتوصله في الفيشة بيخرج معاك طرفين واحد ارض واحد كهرباء وبيكون اتناشر بولت وليكون واتنين امبير. يعني يعني اللي موجود هنا موجود هنا موجود كمان في الاجهزة التانية. طيب هو ايه اللي موجود هنا والكلام ده كله? اول حاجة يا صديقي هسيب لك فيديوهين ممتازين جدا 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 جزء اول وتاني. هنا الجزء التالت. وهو كيفية تحديد من مصار العطل? وزي ما حضرتك شفت من عنوان الفيديو ومن الصورات بتاعته. ازاي تحدد العطل نفسه وتتبع مصاره وتعرف العنصر اللي تالف والكلام ده. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه نهارا. مبدايا ده البار اللي بياخد الكهرباء ميتين وعشرين بولت. طبعا الفيديوهين اللي انا بقول لك عليهم دول. انا كنت بتكلم عن البداية خالص. يعني من البداية دخولة فيشة الكهرباء. وبحكي لك عن دائرة الحماية ودائرة التوحيد ودائرة التقطيع ودائرة التنعم. انا بفسرهم لك بالتفصيل علشان تبقى فهمهم صح. تمام? يعني لو انت متفرجتش على الفيديوهين دول ارجع تفرج عليهم الاول. شوفهم كويس وذاكرهم صح. وتعالي هنا علشان تاخد المفيد كله من خلال حلقة دونها. اول حاجة هنا الادابتور زي ما حضرتك شايفه. تمام? دخول الكهرباء بيكون هنا متين وعشرين فولت طيار متردد. بيدخل وبيعد من على الفيوز. وبعد كده بيعد معانا فدائرة التقطيع واللي بيكون فيها المصفت والفوتوكابلر والشوبر. وبعد كده عملية التقطيع بتتم من خلال ترانزوستر التقطيع اللي بيكون موجود هنا. بيتعامل مع الفوتو كابلر بيرسال بيانات الفولتيات المطلوبة او المحددة. وساعتها بيخرج معاك الطرفين. تمام? الموجب والسالب. وتبدأ الكهرباء توصل على الجهاز. طب نيجي هنا بقى لقصة الاعطال ومعانا الافو. ده الباور. كده احنا اتأكدنا ان ده الباور. وليكن دخل عليك زبون بجهاز ريسيفر اتش دي. بيقول لك ده فاصل مني باور خالص مش شغال. مفيش اي نور نهائي. كل اللي بتعمله حضرتك انك بتجرب ادابتور من عندك بتكون متأكد ان هو سليم وشغال. بتوصله على الجهاز. واتبقى وتشوف. لو الجهاز نور معاك واشتغل تمام. اصبح ان الادابتور هو اللي في مشكلة. ساعتها بنعمل الاتي. اول حاجة بتفتح الادابتور ويظهر معاك البور ده وليكن بالشكل ده. بداية الامر هنا في مقاومة هنا في مقاومة اهي. ودي بتكون مقاومة فيوزية. يعني هي الفيوز نفسه. الفيوز نفسه. هتقول لي طب انت عرفت ازاي ان ده مقاومة فيوزية حتى ما استهاش قدامنا ولا اي حاجة. هقول لحضرتك بكل بساطة هنا مكتوب اسفل المقاومة بجوار المقاومة. رمز المقاومة حرف الاف. طبعا هي بحرف الاف. معنى كده ان دي مقاومة فيوزية. ان ده اعتبر عنصر سلكي. متوسل مباشر من الطرفين. تمام? وجوده بس عشان يحمي الدايرة من ارتفاع المفاجئ في الطيارة او في الكهرباء. وزي وزي الفيوز بالزبط. تمام. بس كده لا خالص. هتقول لي ايه حرف اف ويعني ايه الكلام ده? هقول لك يا صديقي المكسف رمزه على البردة بحرف السي. الفيوز رمزه بحرف الاف. يعني لو لقيت واحد صاحبة موجود في البردة هنا. ومكتوبة عليه حرف الاف. اعرف ان ده فيوز. ما تقنعينيش ما ما تقوليش ايه كلام تاني. تمام? رمزه على البردة بيكون حرف الاف. هنا الاي سي بيكون حرف اليو. الكلام ده انا شرحته قبل كده في حلقة تفصيلية. هسيب لك الفيديو بتاعها في الوصف علشان تنزل تتفرج عليه. لما تحب تشوف وتعرف اي معلومات عن رموز المكونات الالكترونية او العناصر الالكترونية من خلال اي بردة تخلق. تمام? بتقدر تعرف العنصر تعرف الاسم. وتقدر كمان تعرف باشكاله المختلفة. نروح لموضوعنا. اول ما بتقس الفيوز. وده طبعا بيكون على وضع الجرس. اللي هو ده. الصفارة. بتعمل كده. لو قدم عكس صفارة سبتة كده على طول معنى كده ان الفيوز سليم مية في المية مفهوش اي مشاكل. ساعتها بتيجي هنا على دائرة التوحيد دي. وده بتكون هي دائرة التوحيد. ازاي دي دائرة التوحيد? ده احنا ما نعرفش الشكل ده. كل اللي نعرفه عن دائرة التوحيد ان هي بتكون بالشكل ده. اللي هم اربع موحدات سيليكون دولت دايودار. ما هو ده صديقي المهم جدا في حوار الرموز لانك لو قردت اسفل الدايود اللي انت عارفه من زمان ده. دي دايود حرف دي. تمام? هنا الموحد اهو دائرة التوحيد قطعة واحدة بحرف الدي ايضا. يعني كده موضوع الرموز اصبح شيء مهم جدا. بتيجي عند الدايود ده وبتفحصه عادي جدا. بتتأكد من ان مفيش قفلة عليه. يعني المفروض لو هو عمل قفلة عمل شرط وقافل وهو اللي فيه مشكلة كل اللي عليك انك اول ما هتقيس على الطرفين دول هتلاقيهم ملمسين الخارج بتاعه. اول ما هتقيس عليه كده مجب مع سالم هتلاقيهم ملمسين ببعض عاملين شرط اللي وهو كده اصبح ان العطل هنا في دائرة التوحيد. وعشان ما تظلمش دائرة التوحيد لانه ممكن يكون فيه مشكلة في النصفة. راجع بالفولت على دائرة التوحيد وعمل معك قفلة. فكل اللي عليك انك بترفع العنصر ده من مكانه. وبعد كده بتقيس اطرافه نفسها. اللي انت كنت بتقيس عليها من على البردة بتقيسها تاني كده. لو ادد معك سفارة برضو. بتقيس عادي المواحد خارج البردة. لو ادد معك سفارة كمان. اعرف ان هو تالف طرامة خارج البردة. لان هو طول ما هو على البردة بيبقى بريء. يعني ايه بريء? يعني انا مظلم هو. ليه بقى? علشان لو ركزت على اطراف المصفت هنا هتلاقي اطراف المصفت متوصلة مباشرة مع السالب بتاع مين? بتاع المواحد. والمجب ايضا من المصفت متوصل معاه. معنى كده ان لو فيه مشكلة في الترانزوسطور التقطيع او في المصفت نفسه. يبقى المشكلة هتعمل راجع على المكسف بتاع التنعيم. وبالتالي هيعمل المشكلة على مين? على مجب وسالب المواحد. ساعتها لما هتقيس المواحد من على البردة هيدي لك صفارة. معنى كده ان هو تالف. ساعتها لما هترفعه وتقيسه لوحده. لو ادى معك صفارة فعلا يبقى هو فعلا بايز وهتغيره بواحد جديد. ولو مداش معك صفارة المشكلة فيه على البردة. ساعتها لما هترجع وتقيس الاطراف من هنا هتلاقي الصفارة ما زالت موجودة. ساعتها هتعرف ان المصفت هو السبب ان هو ما فيش كلام تاني. هو اللي بعد كده. يبقى كده انت قدر تتحدد العطل او العنصة. هتقول لي يا نهر ابيض يعني انت تعب نفسك وهري وكلام كتير جدا على الادابتر اللي هو اصلا مش غالي ومش مكلف. هقول لك لا. اطلاقا. هقول لك انا ليه بشرح على الادابتر ده لسببين. اول سبب الكلام اللي انا بتكلم عنه ده هو هو اللي موجود في الباور ده. وهو هو كمان اللي موجود في اي باور هيقابلك لان دايرة التقطيع ودايرة التنعيم ودايرة الحماية ودايرة التوحيد ده داما بيكونوا في اي باور يبداية بداية وتمهيدا علشان ينشغلوا البور ده الي هم مسئولين عنها. تمام? يعاني ايه يعني? ده سفر متكامل وهو كلهم مع بعض. ده الباور. الباور متقسم على كزا جزء. جزء دايرة الحماية. وجزء دايرة التوحيد وجزء دايرة التقطيع تمام وجزء دايرة التنعيم الدوار دي كل دايرة بتشتغل بنظام معين وزي ما قلت لك قبل كده في الفيديوهات اللي فاته كل نظام بيكون مسؤول عن حاجة معينة تمام المهم في النهاية بيخرج لنا عدد بلطيات معينة علشان تروح تشغل الدايرة يبقى سبب وجود الباور ده كله انه بيخرج معاك بلطيات معينة وبتكون مكتوبة ومدونة على اسفل البوردة من الناحية التانية وبتكون خارجة معاك على الكارتة دي انه بتكون مسؤولة عن كل حاجة يبقى ساعتها لو تكلمنا عن ادابتور او عن باور عادي او اي امكان نقعد باور دا بيكون بداية وتمهيدا لتشغيل الموضوع نفسه لو مسكنا بوردة الشاشة تمام او القطعة دي هتلاقي نفس الكلام وهزبطه لك دلوقتي حالا بس لما نخلص كلامنا عن ادابتور انا بديلك حماس عشان لما تركز معايا هنا تبقى عارف ان انت ما بتضيعش وقتك خالص المهم لقينا في مشكلة في المصفت نفسه لان لو ادي لك سفارة هنا ساعتها هتلاقي فيه تخزين على المكسف المكسف بيخزن بدي لك سفارة على اطراف المكسف وصفارة مباشرة وركز معا بقى في نقطة تانية انت بتشغل الجهاز طبعا انت وانت بتفحص وبتعمل دا كله الافو متر بيكون شغالة على وضع الجرس طالما الجهاز الافو متر انت بتقيس على وضع الجرس اللي هو الصفارة يبقى البرد اللي بتقيس فيها ما ينفعش ان يكون فيها كهربا نهائي يعني هو لا تكون موصلة بالكهربا ولا يكون المكسف في شحنة كهربائية بتفرغ الشحنة سواء كان بلانبا او بيه المفك مش مشكلة لان كده كده مش موصله بالجهاز لما بيكون باورة زي كده المهم انت فرغت الطاقة اللي موجودة داخل المكسف او الشحنة الكهربائية بتبدأ تقيس اطراف المكسف وتستنى شوى لو فضلت الصفارة مصفارة شوية كتار وعلى طول بقى ما بتبطلش معنى كده ان على اطراف المكسف فيه مصيبة اول حاجة بتعملها بترفع اطراف الموحد تمام تاني حاجة بتعملها بتشوف زي ما قلتلك طبعا طلعت المشكلة مازالت موجودة على اطراف المكسف بتشوف المصفت والمصفت اللي هو ده زي ما قلتلك وده بيكون مدمج في حاجته ترانزوستور التقطيع ومصفت الباور تمام بترفع المصفت ده من مكانه كده وتركنه على جنب وترجع كمان برضو تقيس مين تقيس اطراف المكسف حلو لقيت اطراف المكسف مش مدده معك سفارة وهي كده كده مش كده معك سفارة لان كده كده المشكلة في المصفت ما فيش حاجة تاني تمام لو قبلك الموحد يعني ضل تاني هتقيسه زي الموحد اللي هنا ده واللي انا عرفته بالرمز بتاعه اللي مكتوب عليه المهم عرفت ان المصفت هو المشكلة واحد زكي هيجي يقول لي يا ما نجي نجيب المصفت اللي انت ركنته على جنب ده ورفعناه ناخده كده على جنب كده بعيدة عن البردة وبعيدة عن الكلام ده كله ونقسل واحده نشوفه بايز ولا لا هقول لك ما ينفعش تقسو بالافومتر اللي معاه عادي جدا لان هو عدد اطرافه اكتر من ثلاثة فمش هتعرف تقسو بالافومتر نهائي فساعتها ده بيعتمد على زكائك في تتبع مصهر العطل انت بتتابع واحدة واحدة شفت الدايوت شفت دارة التوحيد بعد ما كشفت على دارة التوحيد ساعتها بتشوف دارة التقطيع واللهما الخارج او الجهاز اللي معاك مش مخرج فولت مش مخرج الفولتيات المطلوبة نهائي خالص ما فيش اي فولتيات ما بعد الشوبر نهائي ساعتها مشكلتك بتبقى موجودة في الجزء ايه يا طب ايه رأي يا جبان هقول لك على سر حاجة كده يعني كويسة جدا وهتفيلك تعال بشكل كبير يعني على البردة دي تمام هو هو نفس الكلام بسرعة كده دارة الحماية دارة التوحيد تمام يبقى ايه دارة الحماية دارة التوحيد علشان تختبر دارة الحماية وتختبر دارة التوحيد بحاجة واحدة بس من غير اي موجود ولا تتعب كل اللي مطلوب منك انك بتضبط ايه بتاعك علي وضع القياس الطيار مستمر عادي تمام وتانية حاجة بتجيب الاو ميتر وبتكون موصل الجهاز بالكهرباء الباور نفسه بيكون متوصل بالكهرباء اول حاجة وصلنا الجهاز بالكهرباء. الباور تمام? وصلنا بالكهرباء. كده هو متوصل بالكهرباء. تاني حاجة بتحول ان انت ما تلمسش اي طرف من الاطراف دي بايدك علشان ما تحصلش اي مشكلة ولا تتكهرب لقدر الله. والافضل ان يكون رجلك على خشب وتكون قاعدة على كرسي خشب جسمك ما يكونش متلمس للارض نهائي. تمام? ده حرصا لك علشان انت في البداية مش حمل صعكة كهرباء من دول ولا حاجة تمام? ايه يا ربنا الصورة علينا وعليكم جميعا. المهم بعد كده بتعمل ايه? بتبدأ تقيس حاجة واحدة بس لو انت استهى وعرفت ان هي عليها فوق. بالضبط كأنك فحصت دائرة الحماية وكأنك فحصت دائرة التوحيد مع بعض بحاجة واحدة بسيطة. وهي ايه? وهي انك بتقيس المكسف ده. شاف المكسف الكبير ده? ده يا صديقي مكسف التنعيم. او مكسف الالكوب كبير. سبب وجود الفيوز ولو لقيت فيارستور. وكمان ملفات التنعيم. وكمان دائرة التوحيد اللي هي الضيادات دول كلهم. كل دول موجودين بس علشان خطر يوصلوا الكهرباء للمكسف اللي حضرتك شايفوا ده. يعني المكسف ده لو عليه فولت زي كده طالما الكهرباء وصلت لحد هنا. تمام? معنى كده ان دائرة الحماية ودائرة التوحيد مفهومش اي مشاكل. بكده انت فحصت شوية حاجات ممكن ياخدوا منك وقت كبير بحاجة واحدة بس. طالما الكهرباء وصلت للجزء ده معنى كده ان انت ماشي صح. ودائرة الحماية ودائرة التوحيد كلهم سلام. هما فين دائرة الحماية ودائرة التوحيد اهم. دول ودول. ده انت قادرت تعرف الجزء ده كله سليم. ايه اللي بعد كده? ما احنا عرفنا ان دائرة الحماية ودائرة التوحيد بيدوا الكهرباء للمكسف. من المكسف بيد مين? اصبح هنا دور المكسف انه بيخرج الكهرباء بعد ما بياخدها من دائرة التوحيد ودائرة الحماية. بيبعثها على طول بشكل مباشر على طرف من اطراف الشوبر. محول الشوبر اللي حضرتك شايفه قدامك ده. تمام؟ ومن خلاله بتوصل الكهرباء ايضا بنفس الفولت على المصف. تمام؟ على المصف. تعايد جدا. نشوف مع بعض بالزبطة. نشوف مع بعض كده. ركزوا معايا. هوصل السالب بتاعي. افو متر على سالب المكسف. بالمناسبة هو ده سالب المكسف. والموجب معايا هو. ده اول طرف من اطراف مين? محول الشوبر. اول طرف من اطراف محول الشوبر هو تابع معايا المصار كده صديق يا رب يكون كله ظهر في الكاميرا. اهو. هناك كده. اهو. تمام؟ لما انا همشي كده على القطع الخضرة دي هي القطع دي كلها متوسلة ببعض مباشر. ولكن عليها تلات عناصر. ادي واحد اتنين تلاتة. ده لو ركزت عليه من الناحية التانية هتلاقيه مكسف. وهو الرولك دلوقتي. والطرف التاني ده هو طرف من اطراف محول الشوبر. والطرف الاخير ده هو طرف من اطراف مقاومة بتكون متوصلة على ترانزوستر التقطيع. حلو كده? يبقى كده معانا كانت تلاتة. ده مكسف سراميكي ما يشغلكش خالص. ما تحطش في دماغك. تمام؟ هنا طرف من اطراف الشوبر ركز عليه كويس. هنا طرف من المقاومة ولو ركزت معي هنا رايح على ترانزوستر التقطيع زي ما حضرتك شايفها كده من اتنين لتلاتة فولت. هنا طرف اخر من اطراف الشوبر عليه كام معانيته التماخ ومسوش الفولت. يعني هي هي الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا. بالمناسبة الفولت ده رايح على مين? على طرف دخول الكهرباء للمصفت. امين. هنا في طرف ايضا اهو. لو ركزت عليه ده. اللي جايب ايه? اللي جايب سالب. ما هو هنا ده سالب? ده سالب. اهو? الاخير ده. سالب لو ركزت عليه سالب الشوبر ذات نفسه. الشوبر دخله كهرباء من هنا. ودخله سالب من هنا. طب ده كلامي? لا. ركز معي على الطرف ده كده. وشوفه رايح فين? رايح فين? رايح فين? جيه عندي اهو. جيه عندي بالزبط وانا بقيس. يعني كده انا ممشي ازاي اهو? اهو? خلاص يا عمي شنجي من هنا. هنمشي من هنا. هناخد اللفة دي. رايح بنا على طرف من اطراف المصفد. تمام? ورايح بنا برضو كده تاني. اهو? على طرف من اطراف الفوتوكابلر. كل ده خط الارضي. لازم تبقى عارف المسار ارضي وكهرباء. يعني موجب وسالب. المكسف ماشي بنا كده اهو? اهو? راح على طرف من اطراف المصفد. ومشي تاني كده اهو? على طرف من اطراف الفوتوكابلر. زي الفل هنا. نرجع بالخط ده تاني كده. ونجيبها تاني كده. مش هنمشي كده بقى احنا هنمشي في الشارع ده كده. هناخد الشارع ده. هتلاقي ما وصلنا من على طرف من اطراف ايه? من اطراف الشوبر. يعني ده سالب وده موجب. مية مية. احنا كده لحد دلوقتي مكتفقين وزي الفل. تعال اسهلها لك شوية. اصبط الافو متر على وضع الجرس. الصفارة يعني. تمام? وعد اربع اطراف هتلاقي هم اربعة اللي هما ما قبل الشوبر. تمام? واحد اتنين تلاتة اربعة. الاتنين دول بيكونوا هما الاتنين كهربا. والاتنين دول بيكونوا هما الاتنين ارضي. حلو? دخول يعني الكهربا. ودخول الموجب ودخول السالب ليه معاول الشوبر. ساعتها بيكون هنا ايه? بيكون هنا الفوتوكابلر? هتقول ليه? طيب لحد هنا وحلوة اول. فيه كهربا موجودة على اول ملف من الشوبر. وكهربا موجودة على الطرف التاني. وفيه ارضي. وفيه ارضي. حلو? تمام. هتقول لي طب ما كل ده موجود عندي? ومع ذلك الجهاز مش مخرج فولت من محول الشوبر. يعني خارج الشوبر هنا اللي المفروض احنا محتاجينه هنا مش موجود نهائي. هنعمل ايه? والمشكلة بتكون فيه. بكده انت طالما لقيت فيه بولت على المكسف. معنى كده ان المكسف ودارة التوحيد ودارة التنعيم سليمة ودول تشيلهم من دماغي. احنا قلنا ايه? قلنا اربع حاجات. اول حاجة بتكون دايرة الحماية. تمام? واللي بيكون فيها الطيار متردد. تاني حاجة بتكون دايرة التوحيد. توحيد الفولت. تمام? تالت حاجة بتكون هي دايرة التقطيع. ماشي? دايرة التقطيع. واخر حاجة بتكون هنا دايرة التنعيم. كويس. يعني هنا دايرة الحماية. ودائرة التوحيد. اصبح الاتنين دول بمجرد ما لقيت فيه فولت على المكسف موجب وسالب. اصبح ان الاتنين دول سلام وتشيلهم من دماغي نهائي. اصبح معنا هنا دايرة التقطيع. دايرة التقطيع. دايرة التقطيع دي يا صديقي هي اللي بيكون فيها المشكلة. هتقولي طيب ودائرة التنعيم. دايرة التنعيم دي فايدتها ايه? اقولك دايرة التنعيم دي في الاخر. دي بتكون ما بعد الشوبر ناحية المكسفات. هم دول اللي بيكونوا مسؤولين عنها. ولكن المشكلة مش فيهم نهائي. ليه? لانك بكل بساطة ان دا اصلا دايرة التنعيم. دي بتكون هي دايرة التنعيم. الموحدات دي والمكسفات دول بيكونوا مسؤولين عن هم نقدر نسميهم دايرة التنعيم. كل اللي عليك انك بتقسم موحدات دي كلها. لو وطلعت معك سليمة اصبح ان دائرة التنعيم عندك سليمة طالما ما فيش اي خارج فولت نهائي حتى خارج من المواحدات بعد ما بيكونوا في لاب معنى كده ان دائرة التنعيم سليمة يبقى كده المشكلة كلها في مين في دائرة التقطيع تمام دائرة التقطيع دي زي ما قلت لك بيكون اساسها الفوتوكابلر والمصفت تمام ايضا ايه التقطيع اللي بيكون موجود فيه المصفت ده ليه دور كبير جدا في الموضوع ده على فكرة وهو ايه وهو ان لو في مشكلة لان ده مدمج فيه ترنزوسطر التقطيع وفيه المصفت فيه كطعة واحدة هم الاتنين في كطعة واحدة يعني دخل دي ترنزوسطر التقطيع اللي بيكون مسؤول عن عملية تقطيع الفولت واخراجه من المكسف على محاول الشوبر علشان محاول الشوبر يخرج الفولت عن طريق المجال المغناطيسي ويخرجه لك من الناحية دي ساعتها بيخرج معاك على مين على الموحدات وبعد كده المكسفات ويخرج معاك البولتو. طالما خرج البولتو يبقى المشكلة كده تحلت. يبقى كده بنحصر العطلة ده في الحاجات اللي انا هقول لك عليها. اول حاجة بتكون بتأكد من ان ترانزوستر التقطيع اللي بيكون في المصفت يعني دي كطعة واحدة. لو ترانزوستر التقطيع بايز يبقى بتضطر ان انت تغير الكطعة دي كلها. تمام? وده بناء عن الرقم اللي بيكون مدون عليها. ده كده اول احتمال. تاني احتمال الترانزوستر اللي بيكون مسؤول عن عملية التقطيع في مبعد آآ الفوتوكابلر مبعد الشوبر يعني. ده بيكون مسؤول عن عملية رسالة عملية التقطيع ليمين للفوتوكابلر. لو في مشكلة في الترانزوستر ده ايضا هيوقف معاك عملية التقطيع مش هتم. يبقى كده عندك الترانزوستر اللي بيكون موجود ناحية المصفت اللي بيكون مدمك في المصفت اللي في بعض الاحيان او في بعض البورات بيكون مختلف شكل. بيكون مختلف شكله بيكون شكله زي ده. مش الشكل اللي انتا شفته ده. المهم هنا ايه? هنا ده تاني احتمال. يعني الترانزستور التقطيع. وترانزستور الفوتوكابلر. كده اتنين. حلو? والتالت بيكون الفوتوكابلر نفسه. الفوتوكابلر اللي هو العنصر ده. هو بيكون السبب الاخير عن الموضوع ده. برضو هنا. ده المصفت. وده الفوتوكابلر. وده ترانزستور التقطيع. التلاتة دول بيكونوا مسؤولين عن عملية التقطيع. لو في مشكلة في عملية التقطيع. يبقى المشكلة ما بتبعدش عن التلاتة دول. انما اخر احتمال اللي ممكن تفكر فيه بعد ايه ما تجيب اخرك خالص. الشوبر. لكن الشوبر احتمالية تلافو بتكون ضعيفة جدا جدا جدا. قد تكون معدومة. يعني انا من بداية ما اشتغلت في المهنة لحد وقتنا هذا عمري ما قابلني شوبر تالف وغيرت. دايما بتكون المشاكل زي ما شرحت لك كده اوفى عملية التقطيع اللي بتكون مكونة من التلاتة عناصر اللي انا بقول لحضرتك عليهم. حلو اول. بكر في اول الفيديو لما قلتلك ان المكسفات بتكون دورها ان هي بتعمل تعويض للفولت. انت ممكن تكون ما فهمتش الموضوع ده صح. وجود المكسف يا صديقي هنا. اول حاجة الموحدات دي كل موحد منهم خارج بفولت معين على الطرف من الاطراف اللي خارجها دي. الاطراف دي بيكون مكتوب عليها فولتويات معينة وليكن تلاتة وثلاتة من عشرة واثناشر فولت وخمسة عشر وعشرين وتلاتين والكلام بقي على حسب البهر اللي قدامك. الموحدات دي بتخرج فولتويات معينة هدي لك مثال بسيط. شاف حضرتك الموحد ده? ده موحدة هو. ده طرف من اطرافه. ده طرف. وهو اهو المسلا الموحد الصغار اللي هنا ده. تمام? هو واخد الكهربا من محاول الشوبر مجاشرة هو. ومخرجها عن ناحية التانية كده. مخرجها موجب. وماشي بها كده على الخط ده. وراح على طول على الطرف اللي هو الطرف التالت. الطرف التالت. وليكن مسلا الطرف الواحد وعشرين فولت. تمام? هو خارج بالفولت كده. وماشي معك على كم عنصر هو مش مقابل غير عنصر واحد بس. اللي هو ده. طرف واحد دي. لو ركزت على العنصر ده والطرف ده. هتلاقيه موسلك على الطرف التاني التابع دي. مين هو الطرف التاني التابع دي? اه هو مكسف والله العظيم. مكسف. تمام? مكسف كيميائي. المكسفات العادية. ورقمه متين وعشرين ميكرو على خمسة وتلاتين فولت. حلو? بنفس الوقت في نفس التوقيت. ماشي على طول مباشر على مين? على الطرف اللي المفروض بيخرج السلك الخارج اللي هو مسلا واحد وعشرين فولت اللي رايح ليه البوردة. تمام? اصبح من هنا لهنا ومن هنا للمكسف على طول مباشر على الطرف. يبقى المكسف وجوده ايه? مهو كده كده طالما الفولت ماشي على طول ورايح. اصبح ان المكسف خلاص يعني هيعمل مهو كده كده الكهرباء رايح على طول على هناك. بص يا صديق. وجود المكسف هنا وده الموجب بتاعه والسالب بتاعه بيكون على الناحية التانية على سالب البوردة ذات نفسها كلها. علشان المكسف يقدر يتفاعل سالب مع موجب ويبدأ يشتغل. بيعمل ايه? بيعمل شحنة الكهربائية داخل المكسف. بناء على الميكرو وعلى الفولت. قصة الميكرو وقصة الفولت انقرنهم ببعض ببعض المكسفات فاختلاف وجود الفولت من هنا لهنا والكلام بكله. انا هعملك عنه فيديو لوحده علشان تفهم قصة المكسف دي كلها. لانك ممكن تبصي تلاقي هنا في مكسف حجمه كبير. هنا مكسف حجمه صغير. طب هنا مكسف حجمه كبير. وتلاقي الميكرو بتاعه صغير. يعني مسلا هنا سبعة واربعين ميكرو. وحجم المكسف كبير. سبعة واربعين ميكرو قصاد منها ربعونية وخمسين فولت. تمام? مع ان هنا فيه متين وعشرين ميكرو على خمسة وتميتين فولت بس. فهمت? فممكن هنا تحس باختلاف بسيط. ولكن هيشتت تفكيرك. عشان كده هنعملك عنه حلقة مخصصة. عشان رياحك من القصة دي خالص. المهم المكسف الطرف بتاعه موجود هنا. وعمل شحنة الكهربائية بناء عن عدد الفولت الموجود فيه. دل لي هو زاي? دل لي هو ان المكسف طالما خمسة وتلاتين فولت يبقى الفولت اللي معدي من عليه مش متعدي الخمسة وتلاتين فولت. طيب خليني الى ده حصل. والمكسف هو خمسة وتلاتين فولت. ولكن الفولت اللي بيعد من عليه خمسين فولت. ستين فولت. ايه هيحصل? مش هيحصل حاجة عادي. المكسف هي انفجر. وكل ما هتركب المكسف هي انفجر. لان الفولت اللي بيخمر من خلاله اعلى منه. فازاي هتركب مكسف خمسة وتلاتين فولت والفولت اللي معد من عليه خمسين. ساعتها هتعرف هنا دور المكسف انه بناء على الفولت اللي معد من خلاله بيركب مكسف بيكون الفولت بتاعه اعلى كمان من اللي بيعدي. يعني الفولت اللي معدي من هنا مسلا واحد وعشرين او اتنين وعشرين او اربعة وعشرين فولت. يبقى احنا ركبنا له خمسة وتلاتين فولت. ده علشان ايه? علشان ياخد راحته. يشحن الكهرباء بتاعته فيه وما يخرجش ازياد من المطلوب. وساعتها بتلاقي عدد الفولت اللي خارج على طول باستمرار من هنا. ساحب على طول معاك على الطرف ورايح بالزبط لو عشرين بتبقى واحد وعشرين اتنين تزيلش ولا بتقل. ولما بتعلي نسبة الفولت الفولت بيزيد في الطرف اللي انت بتركبه لان شحنة الكهرباء في المكسف بتزيد وبيبدا يشحن بكمية اكبر ويفرخ بكمية اكبر. هنا دوره لو حصل اي تقطع في الفولت يعني الكهرباء فصلت اقل من الثانية ورجعت تاني المكسف يعوض البورتة من خلال الشحنة الكهربائية اللي موجودة داخله باستمرار علشان ما يحسسش الجهاز باي نقص في الفولت او اي حاجة. والدليل على كده انك لو منوصل مكسف لوحده بالكهرباء وشلته ما ادتلوش اي خارج ولا اي حاجة ورفحته من الكهرباء بيبدأ الشحنة الكهربائية بتكون موجودة داخله. بقول بتلمس الطرفون ببعض بهم بتحس بصوت فرقعة وبيكون واضح جدا ساعتها بيكون فرغ الشحنة الكهربائية اللي موجودة فيه. ايه داخل ده? ببردة الشاشة. ما هو هو يا صديق? بردة الشاشة. تمام? ولو مسلا بردة متكاملة. يعني بردة قطعة واحدة بس انت لقيتها موجودة في الشاشة. ده بتكون متكاملة. يعني ايه متكاملة? يعني فيها البور. تمام? وفيها الانفيرتر. حل. وفيها البوردة ذات نفسها او الاساسي. يعني بيانات البانل والبروسيسور والكلام ده كل. تمام? نفس ما قلنا? طريقة تطبع المسار. هناك نفس الكلام. زي ما قلنا كده هنرجع ونقول ان هنا ايضا فيه دار التقطيع. مكونة من وترانزوستر. تقطيع ومصفت وترانزوستر تقطيع وشوبر وكل اللي احنا قلنا عليه. هي هي. الموضوع مش صعب ولا حاجة. هتقول لي ازاي بقى ده شكل الترانزوستر هنا مختلف. هقولك لا يبقى انت انسيت ان هو هو شكله برضو هنا. علشان كده احنا لازم نذاكر رموز البوردة علشان نفهم اختلاف العناصر الالكترونية من مكان لمكان. وزي ما قلت لك قبل كده ان ده موحد وده موحد. ضيوت يعني ده ضيوت وده ضيوت. مع ان ده مصفد وده مصفد. ولكن اللي اتنين هتلاقهم شبه بعض. واللي بيختلفهم عن بعض هو ايه? هو الرمز اللي بيكون مكتوب على البوردة. ولما نجيب برضو الدايرة دي بتاعة الصوت تمام? دي طبعا ما تشتغل بمتين وعشرين فولت من هنا. متين وعشرين فولت على المفتاح على الفيوز. طبعا هنا دائرة التوحيد. اهي. كويس. وبتيجي هنا على دائرة التقطيع. اللي بتكون مكوناة من المصفد بتنزوسر التقطيع. وكمان الفوتوكابلر. بيكون كمان هنا موجود فيه. المهم بيكون في دائرة تقطيع ايضا في الجزئية دي. معنى كده انك لو ذكرت دائرة التقطيع دي كويس. ودائرة الحماية ودائرة التوحيد ودائرة التنعيم. هتقدر تعرف الدخول دي بوابة الدخول على عالم الالكترانيات. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقة النهاردة. يا رب ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعه على زر الجرس. وديسنا مني كل الفيديوهات الجديدة. وانا طبعا بعتزر لحضراتكم على الوقت الطويل اللي انا اخدتم منكم ده. بشوفكم في فيديو جديد على خير. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.